السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني هنعمل مع بعض النهاردة التاني مرة ترندي عيش الجبنة القريش بس هنعمله بقى المرة دي من غير جبنة قريش ومن غير فرن بمكونين اتنين بس متوفرين في كل بيت بصراحة انا بعيد تاني التجربة دي لان من يوم ما عملته وانا تقريبا بفتر به كل يوم وبصراحة الخبز ده من يوم ما اعتمدته كده وانا خسيت عليه خلال 3 ايام 2 كيلو طعم حلو قوي مشبع جدا جدا لان هو عالي البروتين والمراضي بقى انا هعمله معاكم بطريقة سهلة خالص تشجعك ان انت تعمليه للفطار كل يوم شايفين الجمال ده من غير نشويات خالص وكمان مناسب للضايت العادي واللكيتو دايت والمرضى السكري وطبعا مناسب لمرضى حساسية الجلوتين طعم حلو جدا ومشبع يلا بينا نشوف طريقة العمل بجد من كتر حماسي للفيديو ده لان هو جاب نتيجة معايا حلو قوي فانا طولت في المقدمة بعتذر جدا دلوقتي هنخدش في الفيديو على طول هنحتاج في الوصفة اتنين حبة من البيض حجمها متوسط واي نوع جبنة عندكو يكون القوام بتاعها متماسك مش شرط ابدا الجبنة القريش اي نوع جبنة يعني انا عندي جبنة بيضة عادية خالص استعملتها بس اهم حاجة تكون جبنة خالية من الزيوت النباتية علشان تكون مفيدة جبت بقى دلوقتي طبق وحطت فيه اتنين بيضة حجمها متوسط ومهاية قطعة من الجبنة تقريبا كده وزنها خمسين جرام قصرتها بالشكل ده كده وبعد كده هجيب شوية كده بسيط من الخل واحطهم بقى دلوقتي على البيض والجبنة علشان ما نحسش بالزفرة بتاعت البيض خالص وهجيب بقى دلوقتي الهاند بلندر او ممكن تحطوا الحاجات دي في الخلاط او في الكبة او اي وسيلة عندكم متاحة وهنبدأ بقى دلوقتي نفروم الخليط كده لغاية لما يكون معانا القوام بالشكل ده وطبعا ما ننساش ان احنا نحط حبة بسيط كده من الفلفل الاسود علشان برضو الزفارة بتاعت البيض يعني حطينا خلو فلفل اسود عشان ما نحسش ابدا بزفارة البيض وهرجع تاني شغل الهاند بلندر لغاية لما تأكد يعني الى حد ما ان الجبنة تهرست كويس كده مع البيض ويكون معانا القوام بالشكل ده خلاص كده بيكون جاهز معانا والجبنة اختلطت كويس مع البيض الا بعد قطع بسيطة كده مفيش مشكلة ممكن نشلهم على جنب لو هيدايقوكو او تسوبوهم مفيش مشكلة يعني هنروح بقى دلوقتي على البتجازة على طول بقى ولا فرن ولا ورقة زبدة ولا بتاعها هنجيب بقى دلوقتي طاصة وطبعا نستعمل طاصة تكون ناقويس غير لاصقة وبعد ما عملت المسحة كده من مادة دهنية اي مادة دهنية متاحة عندكم انا استعملت زيت الزتون حطيت بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام سائل كده والاجزاء البيضة اللي قدامنا دي قطع من الجمنة ما ترسيتش كويس والطاصة دي مقاس 28 للناس اللي هتقولي الطاصة دي مقاس كام بعد كده حطتها على عين البتجازة على نار هادية وبعد نغطيت عليها واسبتها لغاية لما استوت من الطبقة اللي تحت واسبت معانا الطاصة كده وكمان الطبقة اللي فوق ما بقاش فيها اي سوائل هنجيب بعد الوقتي لازباته لها كده واتأكد ان هي سايبة معايا الطاصة من الاطراف خالص زي ما احنا شايفين كده لازم نستعمل طاصة غير لاصقة اما بعد حطها في الفرن يعني ده الحل ان احنا منستعملش ورق زبدة للناس اللي عندها مشكلة مع ورق الزبدة دلوقتي بعد ما تحركت معايا في الطاصة كده يلا بينا بقى دلوقتي نقلبها على الناحية التانية هو خلاص اصلا استوى معانا من تحت ومن فوق كده وخلاص جاهز معانا بس محتاجين بس ان احنا نخلي الطبقة اللي فوق دي تتحمر كده بقى لونها حم فهبدأ بقى دلوقتي اقلبها كده على الطبقة ننزلها بالراحة بتنزل معانا بمنتهي سهولة لان اصلا الخبز مستوي وبعدين هنقلبه بقى دلوقتي على الطاصة وهنبدأ بقى دلوقتي نسويه كده من الناحية التانية ونحمره كويس طبعا اصلا مش بياخد وقت ابدا على النار مجرد بس ان احنا قلبناه كده نوا يتحمر من الناحية التانية ويكون بالجمال ده شايفين بجد حاجة كده تفتح النفس احلى من الفطير المشالتت طعمه حلوة قوي قوي والتجربة دي احلى كتير كمان من التجربة اللي تتعمل بالجبنة القريش ويدخل الفرن لا بالعكس بالجد دي اسهل واسرع بكتير وبيكون متاح عندك ان انت تعمليه في اي وقت باي نوع جبنة متاحة عندك شايفين ما شاء الله طاري جدا جدا ينفع ان احنا نلفه كده زي الصندوطش زي الرول او حتى نعمله زي الكريب كده زي المسلس يعني او نعمله كده مقسوم من النص طاري وجميل جدا اعتمدي كده في الفطار كل يوم وبجد هتنزل في الوزن بسرعة لانه هو مشبع قوي قوي يعني انا لما اعتمدت في الفطار خسيت 2 كيلو خلال 3 ايام لانه بجد مشبع انا بجد جدا سعيدة بالفيديو ده دلوقتي بقى يلا بينا نجهز احلى واجمل سندوطش انا باعتمده كل يوم الصبح السندوطش المعتمد بالنسبالي هو سندوطش اللبنة طبعا انت ممكن انتو حشوه اي حاجة انتو عايزينها هنفرده كده واحط عليه معلقة كبيرة من اللبنة ووزعها كويس وبعد كده اي حاجة بقى عندك في التلاجة انا يا اما بحط خيار او طماطم او خاص المتاح عندي فانا بعد ما بفرد كده معلقة كبيرة من اللبنة لان انا من عشاق اللبنة بصراحة حطيت بقى دلوقتي شرحتين كده من الخيار وكمان شرحتين صغيرين كده من الطماطم مش هنقطر الحشوة لو عايزين تاكله خياره طماطم بحطوه على جنب وبعد كده لفيت الصندويتش بالشكل ده وخلاص كده جاهز معنا هنقطع بقى دلوقتي بالسكينة كده ونقسمه الاحلى واجمل صندويتشين بجد حلو جدا جدا شكله يفتح النفس وكمان طعمه لذيذ او مش بقى بيكون جاهز معنا بقى بالشكل الجميل ده هسبكوا بقى دلوقتي تتفرجوا كده على جمال الصندويتش بتاعنا وقول لكم السعرات الحرارية للخبز انا هقول السعرات الحرارية للخبز بس لان اكيد الحشوة هتختلف من فرض للتاني فالخبز اللي قدامنا ده اوليش اللي معانا ده احنا عملنا اتنين بيضة حجمها متوسط عليهم قطعة من الجبنة خمسين جرام جبنة بيضة خمسين جرام يفضل استعمال الجبنة لتكون خالية من الزيوت النباتية اتنين بيضة متوسطة او صغيرة السعرات بتاعتها مية وتسع سعر حراري قطعة جبنة بيضة اه تكون طبعا خالية من الزيوت النباتية سعراتها مية خمسة وخمسين سعر حراري يعني المجموع كل السعرات بتاعته ميتين اربعة وستين سعر حراري للرغيف كله السمنال شريحتين هتكون القطعة الوحدة سعراتها مية اتنين وثلاثين سعر حراري بس ما تنسوش اللايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية